نعم وهذه أيضا دراسة جديدة تشير أو توصي بضرورة اتباع نظام غذاء معين وممارس التمرين الرياضية للحفاظ على الصحة العامة أظهرت دراسة جديدة إجراءها باحثون من جامعة نورث كارولينا الأمريكية أن السمنة تزيد من خطر الوفاة بمرض كوفيد 19 بحوالي 50% وقد تجعل اللقاحات المضادة للمرض أقل فعالية لكن الباحثين أعربوا عن قلقهم من الدراسة وأكدوا أن المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص المصابون بالسمنة أكبر مما كان يعتقدوا سابقا طب دانيا ما هي الأرقام أو النسب التي ارتكزت عليها هذه الدراسة؟ طبعا هذه الدراسة تناولت أول شيء الأشخاص الذين مؤشر الكتلة لديهم أكثر من 30 وشافت أنه بيرتفع عندهم مخاطر 3 أشياء في حال إصابة بكوفيد 19 أول شيء تزداد نسبة دخولهم إلى المشفى 113% تزداد احتياجاتهم للعناية المركزة بنسبة 74% ويزداد خطر الوفاة للأسف بنسبة 48% طبعا هذه الدراسة جمعت وحللت بيانات من دول عديدة منها الصين، منها فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة أيضا مثل ما بتعرفي يعني دين المشكلة في السمنة أو البدانة أنه يرتبط بأمراض مزمنة أخرى ويزيد من خطرها منها ارتفاع ضغط الدم، منها السكري من النمط الثاني يصبح الجسم عرضة أكثر للالتهابات، مقاوم للأنسولين وأيضا يصبح الجسم تمثيل الغذائي أو عملية الأيض أو الاستقلاب لا تكون أستوية مثل باقي الأشخاص أيضا بيصير في عنده نقص في مكافحة أي عدوى منها عدوى كوفيد-19 لذلك رح تجلى عنده مشاكل أكثر منها التنفس أثناء النوم وهذا أيضا يجعله أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم الرئوي لذلك أيضا الآن بدأت الحكومات بالحث على ضرورة استباع حميات غذائية معينة وممارسة الرياضة في ظل تفشي وباء كورونا بالفعل السمنة مرض خطير، مرض العصر وقد يؤثر على كافة جوانب الحياة الصحية والحياتية والعملية شكرا جزيلا لك شكرا